بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه في مبدأ كل أمر ومنتهى شهادة الزمان والمكان على الخلق إن يوم القيامة هو يوم الحق يقضي الله سبحانه وتعالى فيه بين خلقه بالحق ويقيم عليهم الشهود ليشهدوا بالحق قال تعالى ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا وقال جل وعلا وجيء بالنبيين والشهداء قضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون إذن يقضي الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم بين الخلائق جميعا بشهادة الزمان والمكان بل والجوارح دعونا نرى كيف يشهد الزمان المتأمل في القرآن الكريم يرى إشارة واضحة إلى شهادة الزمان على الخلق قال الله جل وعلا في القسم وشاهد ومشهود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة وقال الإمام الحسن البصري ما من يوم ينبثق فجره إلا ويقول يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم في شهادة الزمان على الخلق في يوم القيامة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفنه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به ويقول المولى تبارك وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان مالها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبارها بأنها تشهد على كل عبد وأمه في يوم القيامة وتقول عمل كذا يوم كذا وكذا وتخبر المولى سبحانه وتعالى وإذا كان الزمان يشهد على الخلق فإن المكان كذلك يشهد على كل إنسان قال المولى تبارك وتعالى إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم هل تتخيل أخى الإيمان والإسلام وأنت أياتها الأخت المسلمة أن المكان الذي نسجل فيه الحسنات سيشهد لنا أمام الله وأن المكان الذي نقع فيه في المعاصي والزلات سيشهد علينا أمام الله ولذا أخبرنا أهل الله أنه إذا وقعنا في ذنب أو معصية في مكان فعلينا أن لا نغادر هذا المكان إلا أن نقوم بعمل طاعة فيه لأن الحسنات يذهبنا السيئات وحتى تكون الشهادة قد أضيف إليها شهادة خير في حق هذا الإنسان فليحضر الإنسان من الزمان ومن المكان الأزمنة إما أن نقضيها في طاعة الله وفي إعمار الكون وإما أن نقضيها في التضييع وأن تضيع من بين أيدينا سدى وهباء فنحزن ويعض الإنسان منا على يديه يوم القيامة ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إجاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم ويقول ابن كثير رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض لأنها لم تجد عملا صالحا قد صدر إليها فلا تبكي على هذا الإنسان والأرض لم تسجل له عمل صالح قام به عليها فلا تسجل له هذا العمل الصالح فلا تبكي عليه لأن البكاء يكون على فراق الإنسان الذي كان يقوم بالأعمال الصالحة على الأرض أو تحت السماء ومن هنا واجب على كل إنسان مننا أن يسجل للزمان وللمكان أعمالا تشهد له أمام ربه تبارك وتعالى يفرح بها ويتباهى بها ولا يحزن ولا يخجل ولا ينظر في الأرض من خزيه ومن ذلاته أمام ربه أنه ضيع عمره وأفناه فيما لا يرضي الله أو أنه ضيع شبابه أو ضيع عماله الذي أنفقه واكتسبه أو ضيع علمه ولم يعمل به السادة الكرام إن الزمان سيشهد وإن المكان سيشهد وكل شيء في الكون يشهد وهذه حقيقة أضافها لنا الله تبارك وتعالى وحققها القرآن وصدقت عليها السنة النبوية المطهرة ومن هنا يجب على الإنسان أن يغتنم الشباب قبل الهرم والصحة قبل السقم والحياة قبل الموت والقوة قبل الضعف اغتنموا هذه الأشياء واحذروا من قرب الأجل اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا وعفو عنا وكن لنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالم لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم